السلام عليكم اسعدكم الله بكل خير مرحبا بكم معي في فيديو جديد كانت من هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم وانتما في التام الصحة والعافية اقتراح ليم قد نحضر معكم حلوة او دواز اتاي من اسهل والد الحلويات اللي يمكنكم تجربوهم حلوة لاقتصادية بمكونات اللي متواجدة في اي منزل حلوة صراحة ليمكتخطانيش كتجي اكتر من رائعة ما نطورش عليكم الفيديو نتقلوا جميع باش نتعرفوا عن المقادير وكذلك باقي مراحلة التحضير فورجة ممتعة بالنسبة للمقادير عندي ثلاثة ديال البيضات وبيض بيضة اصفر غدي نخليه للدهن يعني ضفتوش بيضات كاملين والبيضة الثالثة ضفتغي البيض ديالها اما الاصفر غدي نخليه باش ندهل الحلوة ديالي في الاخر ثم غدي نضيف كأس من السكر حبيبات كذلك غدي نضيف سكر فانيليا فقاعدة اللي سهلة في متناول جميع نخلط الكل مزيان حتى يتغير اللون ديال الخالط حاول انني نمزج البيض مع السكر هذه الحلوة دي من اسهل الحلويات يمكنكم تحضروها وتعتمدوها كجي رائعة سهلة بمقادير يعني غير مكلفة كما كتلاحظوا حتى تغير اللون دياله ثم غدي نضيف كأس من الزيت كذلك غدي نضيف جوج ملاعق من العسل ونخلط كذلك الكل مزيان قاعدين نسم هذه الحلوة دي طبعا انا ضفت هنا يا لاتدي الملاعق من الجلجلان او السيمسيم طبعا اللي حمرته شوية او سهلته وطحنتو كيبا كتلاحظو كذلك جوج ملاعق من النافع هذي الحلوة هدي كتجي رائعة جدا المدق ديالها كيجي لديد بزاف نحاول انني نخلط هذه العناصير او المكونات مزيان حلوة اللي رائعة جدا سهلة سريعة اقتصادية كذلك كتجي لديد من اسهل واروح الحلويات اللي من كلكم تحضروهم بالنسبة لدقيق غدي نضيف الكأس الاول كذلك الكأس الثاني ثم الكأس الثالث نحاول انني نخلط ودائما كيبقى المقدار ديال الدقيق على حسب النوعية ديال الدقيق وكذلك حجم البيض اللي ضفته طبعا تحصلوا على واحد الحلوة اللي تكون طبعا يعني رطبا نوعا ما ما تكون ش يعني عجينة اللي تكون قاسحة ثم غدي نضيف كيس من خميرة الحلويات لوزن 8 غرم خاصنا تحصلوا على هذ الحلوة على هذ القاوم هذا طبعا عجينة اللي تكون على هذ الشكل كما كتلاحظوا يعني كتتكور معنا بسهولة باش يعني لقص تحت العجينة غدي تشقق معكم طبعا هنا يجب تصنير يفرش لها ورق الزبدة وكذلك يمكن لكم تدهنه غير بالزيت فقط ودي نحاول انني نشكل كويرات على هذ الشكل هذا طبعا الحجم اللي يكون شوية كبير هذ الحلوة هدي صار حخصها جي شوية كبيرة كما كتلاحظوا حاول انني نبسطها أو كذلك يمكن لكم تسرحوها بتدلك وتقطعوها على هذ الشكل هذا نبسطها كما كتلاحظوا يعني الطريقة سهلة حلوالي رائع جدا كتوجد أسرع وقت يمكن لكم هنا الاستيعانة بالميزان أنا درت عيني ميزاني حاول انني نبسطها على هذ الشكل كما كتلاحظوا لانها فيها الخاميرة وغادي تزيد نتافخ كما كتلاحظوا انا خرجت لي جوجس صناوة من هادو يعني خرجت لي واحد الكمية يعني مزيانة هنها يقد يندهنها باصفر بيضة لضفط له القليل من الحليب وكذلك قهوة سريعة الدوابان حاول انني ندهل الحلوة ديالي على هذ الشكل هذا حلوة اللي رائعة فعلا كنصحكم بشدة انكم تجربوها لانها كتستحق التجريبة وكونات ديالها متوفرة في اي منزل بفيهاش كترة التعقيدات وكتجي حلوة اللي كتدوب في الفن ان شاء الله تجربوها تعارفوني على شكا نهضر بعد ما دهنت الحلوة ديالي كما كتلاحظوا غادي نجيب هنا يا فورشت حاول انني ندير خطوط على هذ الشكل هذا وكذلك نحاول انني نرشلها القليل منها الجلجلان او السمسيم يمكنكم استغناء عليه ولكن كيعطي الحلوة ديالنا وهذا المنظر وكذلك الماداق اللي لديد والفران طبعا انني نشغله على مية وسبعين درجة لنحط الحلوة ديالي لفوق احتر لاحطا انها بدت تحمل من الجوانب ونحبطها تحمل من الوجه ديالها وتاخد هذه اللون لديه هده كما كتلاحظوا تجيي حلوة اكتر من رائعة كنصحكم بانكم نجربوها لانها فعلا غاية في اللدة وكذلك نجي شكل ديالها كي يجي الشكل رائع خرجت طبعا واحد الكمية اللي مزيانة كما كتلاحظو كتجي محمرة كذلك كتجي شيشة كتدفل يد قبل الأفهم إن شاء الله تجربوها وتعجبكم يعني المنظر ديالها كيجي رائح حلوة اللي كتجي يعني المنظر ديالها كيش هي كما كتلاحظو كتجي كتجي شيشة رائعة جدا كذلك المدى كتجي لدي دا بزاف كنتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يعجبكم كي العادة لعجبكم هذا الفيديو كنتمنى أنكم توصلوا لأكبر عدد من اللايكات لأول مرة كيشاهد القناة ديالي كنتمنى أنه يشترك في القناة وكذلك يفعل زير التنبيهات باش دائما يوصلكم الجديد وإلى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفة جديدة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم